وفيما يلي بعض الأحداث العالمية التي وقعت في ميتي هذا اليوم 22 من نوفمبر في عام 1943 حصلت جمهورية لبنان على استقلالها من فرنسا وتولى بشار الخوري الرئاسة ورياض الصلح تولى الحكومة وكريسة اليوم عيداً لاستقلال البلد في 1963 اغتيل الرئيس الأمريكي جون كينيدي قنصاً على يد هارفي أزولد الذي قتل في زنزنته بنفس اليوم على يد جاك روبي في 1967 صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 الذي يطالب إسرائيل من انسحاب الفوري من الأراضي العربية التي احتلتها في حرب 67 في 1989 اغتيل رئيس الجمهورية اللبنانية رينيم عوض بعد 17 يوماً من انتخابه رئيساً للجمهورية في عام 1990 أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا مارغير تاتشر استقالتها بعد استمرارها في منصب رئاسة الحكومة لأحد عشر عاماً في 2003 وصلت ثورة الورود في جورجيا بقيادة زعيمي طيار المعارضة ميخيل ساكاشفيلي وزراء بجواني إلى ذروتها والطر الرئيس إدوار شيفرناتزا للاستقالة في 2004 دلعت الثورة البرتقالية في أوكرانيا على إثر إعلان نتائج انتخابات رئاسية شابه الفساد بشكل واسع في ظل احتدام التنافس بين المرشحي فيكتر يوشينكا وفيكتر يانوكوفيش في 2005 انتخبت أنجلة ميركل مستشارة لألمانيا لتكون بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب في 2014 علقت حكومة يانوكوفيش الاستعدادات لتوقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مما دفع ألاف الأوكرانيين إلى التوجه نحو الميدان وسط العاصمة في 2017 عاد رئيس الوزراء اللبناني سعد الدين الحريري إلى لبنان معلنا التراجع عن استقالته المشبهة التي كان أعلنها أثناء وجوده في السعودية من موليد هذا اليوم في عام 1072 ولد المعلم والفيلسوف الأوكراني هريهوري سكاورادا الذي تغيرت مفاهيمه أسس العديد من العلوم في أوكرانيا في 1890 ولد شارل ديغول الجنرال الفرنسي زعيم حركة المقاومة خلال الحرب العالمية الثانية في 1984 ولدت سكارلت جوهانسون الممثلة الأمريكية الحاصلة على أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم ماريج ستوري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة